ازايكو حبيبي عاملين ايه وامكملين مع بعض تسريبات مسلسل ستلاتو والنهاردة موعدنا مع الحلقة التسعيب والاخيرة من المسلسل ويا ترى مين اللي حيكون ضحية في الحلقة الاخيرة تعالوا نتابع ونشوف ايه اللي حيحصل وبيتكملوا كريم وفلك وألمى المواقهة القوية اللي كانوا فيها الحلقة اللي فقتل ان هي حاولت اتلها وبعدت لها واحدة عشان تسميها وحاجات كتير فلك بتقول لها ان هي المفروض ما تدخلش ابدا بينهم وبين عادتهم ويه بتبطل تمثل ان هي مثالية بالزيادة عن اللزوم وكانوا بيتخنقوا وساعدها كريم زعق فيهم وقال ان هو عايش في طمأنينة وساعدة وحب لكن مش فاهم ايه هم ومشكلتهم لكن فلك بتقول ان هي دي اللي جات وخربت علاقاتنا وخربت كمان جوازنا ومشكلة اننا جبتها كان صادقتي من ايام السنوية وفي النهاية كان بيننا ماضي بعد كده بتروح وبتلف عليك علشاء الخاطر تاخدت مني تسمي ده ايه ردت قال ما قالت ان هي احترامتها جدا لكن للأسف ما كانتش تعرف ان هي الزعيمة اللي بتحارب وكل حاجة بصدها وبتاخد موقف كانت المواجهة حادة جدا بينما لو ايه لما بيشوف نايلة بالوضع ده بيقول لها ايه اللي حصل لك يالي روح المستشفى قالت ما فيش حاجة انا كويسة انا مش هينفع امشي انا لازم استنى هنا قال لها ايه اللي حصل قالت لهم بس استنى انا حفضل هنا سواني حرجعلك وبتروح علشان تواجه كريم وقلمة وفلك يتواكه كلهم بينما خالد كان بيدور على قلمة في الحفلة ومش ملاقيها بينما فلك وقلمة وكمان كريم كانوا بيتواكه وقلمة بتقول ان هي لازم تمشي لكن كريم قال لها استني احنا لازم نتكلم ونتواجه وساعتها كريم اعترف بحب القلمة قدام فلك اللي كانت منهارة وبتبكي وطبعا الصوت كان عالي جدا والناس بدأت تبص على الشباك لان الصوت كان جاي من الشباك بينامه هما بيتكلموا وبيتواكه بيفتكروا كمان ايام زمان ايام ما كانوا لسه في السنوية ايام ما كانوا اصحاب جدا وبعد كده بتروح نيلة علشان تتكلم مع قلمة ويجويل وكمان فلك كانت مواقهة قوية جدا بين الاربع بنات طبعا بعد ما قامتوا الكريم ان هو ينزل علشان خاطر يقدر ان هما يتواكه فتحوا كل ماضي فتحوا كل حاجة حصلت جويل كانت عايزة تأتي الفلك بسبب اللي عملته وبسبب اللي عملته في طارق وفي ان هي كانت تخرب جوازها وكمان راموا الاتهامات على نيلة اللي بصت لي قال ما وقرت لها انت ايه اللي جابك وسطنا عامل نفسك تمسها الاخلاق وانت اصلا كنت بصة لجوز صاحبتك انت ازاي تعملي حاجة زي كده كانت خنأة حتى بينهم هما الأربعة كل واحدة فيهم بترمي على التانية الاتهامات ونيلة بتقول كمان اول ما عرفت بعلاقة ألمة وطار انت زي تعملي كده انا مكنتش مسدقة بدلا انك انت مكنتش تتعمل عيلة لكن ألمة بتقول ان هي كانت دايما بتبقى عايزة تكون صح ومش عايزة تقف زي يوم كده في واضح القزارة ده ولا تتصرف زي تصرفته قالوا له وحنا دلوقتي يعني اللي بقينا عندنا مشكلة وبقينا قذرين وانت اللي كويسة ايه اللي حصل ايه اللي وصلنا لي ده قال كل مرة واحدة بيلقى الاتهمات على الألمة وان هي اللي دخيل عليهم وان هما كانوا كلهم عايشين حياة كويسة حضروا أعرص بعض وكمان شافوا أولاد بعض وهي اللي دخيل عليهم والكل فضل يبصلها والبصة دي كانت محوفها جدا وكانت نظرة اتهام لكن بعد كده جول بتقول ان فلك كمان غلطت وكمان اللي قالت انتي كمان دمرتنا كلنا وبيتهموا فلك تاني والأربع وقفين عند الشباك وبيحاول يوقعوا بعض جولوا فلك كانوا بتخنقوا مع بعض وخلاص فلك كانت هترمي جول وشوية فلك هي اللي كانت خلاص هترمي وقلمة بتقوم علشان خاطر تساعد فلك وتخليها ما تقعش وكمان بتساعدها نيلة ان هي ما تخليش جول تقع الأربع كانوا فيه خناء حد كده الأربع كانوا معرضين اي واحدة منهم ان هي تقع من الشباك ده خالد لما بيسمع ان فيه خناء كبيرة جدا كده بيروح على طول عشان يشوف في ايه بالزبط ولما بيروح بيروح ورا كريم المفروض في النسخة التركية ان اللي بيقع من فوق هو خالد وهما قالوا ان هما هيغيروا في النهاية دي فاحتمال كبير اللي تقع ممكن تكوني يا نيلة لانها كانت متخنقة مع ميرا في نفس اليوم ده وكان عندها جروح وكمان ضوفر ميرا كمان كان في جسمها فممكن او احتمال كبير تكون نيلة هي اللي وقت من فوق وحنعرف في الحلقة الاخيرة مين بالزبط اللي يكون وقع واكتبوا لي توقعاتكم عن مين اللي ممكن يكون وقع من البلكونة يومها والفيديو بيخلص ورب يكوننا لاعجابكم وده كان اخر حلقة من مسلسل السلطة ويا رب الفيديو يكوننا لاعجابكم هتوحشوني كتير واستنيني في مسلسلات كتير اشوفكم على خير باي باي